إلى الأباء المطارنة والأباء الأساقفة والأباء الكهنة والرهبان وإلى كل الشعب المصري القبطي في كنائسنا وإبرشياتنا في أفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وفي مدينة أوروشاليم القدس وفي منطقة الخليج العربي وأيضا في قرة أستراليا أهنأكم جميعا بعيد القيامة المجيد والقيامة في الفكر المسيحي هي أساس الإيمان فهذا العيد هو عيد الأعياد وفرح الأفراح والقيامة كحدث في حياة الإنسان هو حدث يومي فنحن يوميا نقوم في الصباح لممارسة أعمالنا ومسؤوليتنا والقيامة تمنح الإنسان قيامة السيد المسيح تمنح الإنسان عطايا كثيرة تمنحه الأمل والرجاء والقوة وتمنحه أيضا العين الإيجابية للحياة كثيرا يا إخوتي الأحباء ما يحتاج الإنسان أن تكون له عين إيجابية فالبشر بعضهم يملك العين الإيجابية لمواقف الحياة المتعددة والبعض لا يملك هذه العين الإيجابية عينه سلبية والعين الإيجابية تتميز بسمات عديدة أضع أمامكم بعض هذه السمات فهي أولا عين واقعية تنظر إلى الواقع وترى الواقع في حدوده ولا تنفيه تشوف فيه واقع قدام الإنسان بتتكلم عليه وبتشوفه وكمان العين الإيجابية بتتميز أنها عين شاملة الرؤية بتاعتها شاملة بعض الناس رؤيتهم دايما قاصرة زي واحد كده تيجي تقول له إحنا عندنا أزمة سكة يقول لك تابو يا من ابني عمارات وهي عملية المباني دي عملية سهلة وتكلفتها منين ووقتها منين وجهدها منين ومهندسينها منين الأمر مش بهذه البساطة وعين الإنسان الإيجابية ليست واقعية فقط ولا هي شاملة ولكن أيضا عين إنسانية فيها طابع الرحمة فالعين الإيجابية يتميز بها الإنسان الذي يحوي الرحمة في أعماله وفي أفعاله وعندما ننظر إلى أحداث القيامة قيامة السيد المسيح في القرن الأول الميلادي بعد الصليب الذي تم منذ يوم الجمعة السابق نجد أننا نتقابل مع أناس البعض لهم العين الإيجابية والبعض لهم العين السلبية على سبيل المثال من تلاميذ السيد المسيح الاثناشر كان فيه تلمزين واحد اسمه يحنى الحبيب والتاني اسمه يهوزة الإسخريوتي إسخريوتي دي اسم بلد نسبة للبلد اللي هو منه يهوزة الإسخريوتي الاثنين كانوا تلميذ للسيد المسيح والاثنين عاشوا معاه والاثنين شافوا معجزاته والاثنين سبعوا تعاليمه والاثنين اتكلموا إياه لكن للأسف يحنى الحبيب صار هو التلميذ الذي كان يسوع يحبه وكان يجد متعته أن يتكئ برأسه على صدر المسيح طب يهوزة يهوزة نرى نظر إلى المسيح نظرة مادية وأضر المسيح بالمدة بالفلوس وسلم المسيح لليهود بتلاتين من الفضة بسمن بخص وفي النهاية عارف أن عملته اللي عملها ده هي عملة خاطئة فذهب وشنق نفسه تلميذين ويا بعض عايشين نفس المواقف واحد عنده العين الإيجابية شاف المسيح في عمله ومعجزاته وخدمته للناس والتاني شاف المسيح بنظرة مادية ونظرة سلبية فسلمه وباعه بسلسين من الفضة اتنين القيامة تُعطي للإنسان العين الإيجابية مثال آخر عندما صلب السيد المسيح على الصليب وضعوا على جانبيه اتنين من اللصوص اللص اليمين واللص اليسار واعتبروا المسيح أنه واحد من هؤلاء اللصوص فاللص الشمال اللي كان على شمال السيد المسيح ابتدى يجدف وابتدى ينظر إلى المسيح ويقول له خلصت آخرين تعالوا انزل عن الصليب وخلصنا احنا كمان وابتدى يسخر من المسيح في نفس الوقت اللص اليمين نرى يعاتب اللص الشمال ويقول له نحن بعدل جوزين يعني احنا نستهل العقاب ده ولكن المسيح لم يصنع شيئا رضيا ونظر إلى المسيح وقال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك ضلص بيتوب في آخر ساعة في حياته فيقول له السيد المسيح اليوم تكون معي في الفردوس أرجوك أن تتخيل اللي اتنين في نفس المشهد ونفس الموقف ونفس الساعة واحد عينه إيجابية فاستحق الفردوس والآخر عينه سلبية فاستحق الموت عينك إيجابية ولا سلبية في واحد عينه ما تشوفش غير الحاجة الوحشة في واحد عينه دايما نقادة في واحد عينه دايما ما بيعجبهاش حاجة وفي واحد تاني وفي واحد تاني عينه دايما نظرتها إيجابية نظرة بناءة نظرة ممكن أن تساعد في تقدم الفرد وتقدم الشعوب وتقدم الأمم سأحكي مثال ثالث عن زوج وزوجته السيد المسيح تمت محاكمته أمام بيلاطس البونتي بيلاطس هو اسم الوالي الروماني اللي كان موجود في الزمن ده وبنسميه بيلاطس البونتي لأنه من بيلاط بونتس في أسيا الصغرى الوالي بيتحكم قدامه السيد المسيح وعمالي يسمع شكاية اليهود وخلاص هيسلمه للموت جات له زوجته وقالت له عبارة لطيفة قوي قالت له إياك وزاك البار على المسيح إياك وزاك البار فإني قد تألمت كثيرا في حلم بسببه جت تنبه ده بيلاطس وامراته زوجته بيلاطس يسلمه للصليب وامراته تيجي تحذره وتقوله ده بار ما يصحش أنك تقول عليه الحكم ده اتنين ويبعض ده زوجه زوجة ها العين الإيجابية للحياة وأنا أحسب أن العين الإيجابية هي التي تبني المجتمع تبني أي مجتمع زي ما بيقولوا كده في الأمثال اللطيفة أن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة فالمشوار صحي طويل لكن إنسان أطع منه خطوة وخطوة تانية وخطوة تالتة لغاية ما يوصل في النهاية مثال آخر أقدمه لكم عن رجل وامرأة في أحداث القيامة كانت مريم المجدلية إنسانة بها أرواح شريرة أخرجها المسيح منها فصارت إنسانة سليمة وصحيحة وارتبطت بشخص المسيح وصارت تخدمه وكانت متأثرة جداً لما المسيح اتقبض عليه وتصلب ومات وكان موجود برضو تلميذ من تلاميذ المسيح اسمه تومة ده تلميذ وياه بقاله وقت كتير يوم لما المسيح يقوم في اليوم الثالث كاحتفالنا في عيد القيامة مريم المجدلية تروح من فجر يوم الأحد زي ما اسمعنا في الإنجيل وتذهب فجر الأحد لكي ما تبحث عن معلمها الذي مات ومن كتر البكاء والدموع تقف في القبر ويظهر لها المسيح أو يكون قدامها وافتكرته واحد بستاني فبتقول له إذا كنت خدت جسد المسيح قل لي وديته فين وانا روح اخده فراح اقول له يا مريم نطأ اسمه مجرد انها سمعت اسمها شعرت بقوة بقوة القيامة فصرخت وقالت باللغة العبرانية ربوني ربوني يعني يا معلم ما كانتش مسدقة قيامة السيد المسيح سمعت اسمها بس طب تومة تومة تلميذ المسيح الذي عاش معه وقتا طويلا تومة لما ظهر السيد المسيح بعد قيامته للتلاميذ وحكوا لتومة قال لهم ما سدقش ازاي يا تومة ده احنا كلنا شفنا المسيح يقول لنا الكتاب ففرح التلاميذ ازراء الرب فرحوا هنا الرؤية الايجابية يقول لهم ما سدقش فقط اصدق عندما اضع اصبعي في مكان المسامير ويدي في مكان الحربة فالمسيح على عود الصليب دقت في يده ورجليه سلاسة مسامير وطعن بالحربة في جنبه كالما يسلوبه واحد زمان عشان يتأكدوا انه مات يضربوا بالحربة لانه بيبقى متعلق فوق ويحصل ان تومة بعد اسبوع من القيامة يظهر السيد المسيح للتلاميذ ومعهم تومة قالوا تعالى يا تومة شوف مكان المسامير وتعالى يا تومة شوف مكان الحربة ولا تعد غير مؤمن وتومة في الوقت ده يصرخ ويقول ربي وإلهي الخلاصة أيها الأحباء أن الإنسان يحتاج في عيد القيامة أن ينال هذه النعمة وهذه البركة أن تكون عنده دائماً النظرة الإيجابية للحياة ولقرارات الحياة الإنسان كثيراً ينقض والنقض سهل أي واحد يقول أي كلام ولكن أن يبقى عندك العين اللي تشوف العمل الإيجابي أظن في يوم من الأيام بنسبة عن الذي اخترع المصباح الكهربائي توماس ألفا إيديسون وكيف أنه طرد من المدرسة ولما اتطرد من مدرسة لأنه ما عندوش مستوى عقلي يستوعب دروس المدرسة لكن أمه كان عندها العين الإيجابية فضلت وراه واشتغل يبيع جرائد ومجلات ويقرأ في الكتب ودفعته أنه يدرس ويتعلم ويخترع المصباح الكهربائي ويخترع اختراعات أخرى كثيرة ويكون اسمه في كل العالم السبب أن أمه كانت وثقة فيه أم وثقة فيه ولذلك يا إخوتي إن أردنا أن نخرج بدرس من عيد القيامة المجيد فهو درس العين الإيجابية للحياة الحياة فيها مشاهد جميلة كثيرة وفيها إنجازات عظيمة وفيها الطبيعة الجميلة التي يمنحها الله لنا ولذلك إذا أردت شعار يكون لحياتك ابحث عن الجمال في كل شيء في كل موقف في كل قرار في كل إنسان والذي يبحث عن الجمال ويراه يساعد في بناء الشعوب وبناء المجتمع أما الذي يتكلم ويهدم ولا يذكر إلا السلبيات والنواقس بتكون النتيجة أنه ينعكس ده على حياته وحتى على صحته بالسمرار نحن نشكر الله كثيراً أنه يعطينا أن نفرح في عيد القيامة بهذه المحبة الكبيرة التي تشاركون فيها نفرح بعمل الله معنا وننتهز هذه الفرصة لكي ما نرسل التحية والمحبة والتقدير والاعتزاز إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى كل المسؤولين في بلادنا العزيزة نهنأكم أيضاً بعيد الفطر المبارك الذي يأتي بعد أيام قليلة ونهنأ بلادنا وكل الشعوب العربية والشعوب الإسلامية بهذه العيد ونشكر الله أنه يعطينا أن أعيادنا تتجاور وأصوامنا تتجاور أيضاً وصلواتنا ونشعر أننا في فترة روحية قوية من بداية الأصوام والصلوات المرفوعة وأيضاً الأعياد التي تأتي بجوار بعضها فتزيد المحبة وتزيد العلاقات المصرية الجميلة التي نعيشها في كل مناسبة نصلي من أجل كل أحد ونصلي من أجل النزاعات والصراعات والحروب الموجودة في مواضع كثيرة ونشكر الله على السلام الذي في بلادنا ونصلي من أجل كل إنسان يحتاج إلى الصلاة إن كان في ضيقة أو إن كان في مشكلة نصلي من أجل البلاد التي تعرضت لزلازل وإلى أزمات وإلى كوارث نصلي من أجل الإنسانية كلها وندعو الجميع أن تكون لنا العين الإيجابية لكي ما نستطيع أن نعمل معاً ونبني مجتمعنا ووطننا ونفرح بعمل الله في بلادنا العزيزة ونفرح بهذه الأعيات دامت أعيادكم وأفراحكم على الدوام لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر